السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي من جديد في قناتي وقناتكم مطبخ ام التوأم كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال اليوم ان شاء الله سنقترح عليكم الفقاس بريستيج ديال همو الشان وتحميرة الوجه كي يجيل ديد بزاف وسهل في التحضير بطريقة جد مبسطة كي يجيل شيش مقرمش ومعلق بالمكسرات والفواكه الجفة كنتمنى اخواتي تشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخر وقبل ما ابدأ معكم كنرحب بالاخوات اللي انضموا للقناة وكنرحب بالاخوات اللي كانوا معي منذ بداية القناة وكنشكركم بزاف من اعمق قلبي على حسن المتابعة وعلى دعمكم والتشجيع المتواصل ديالكم والتعليقات اللي كتخليوا لي وبلما نطول عليكم هنمرو نشوفو المكونات مع طريقة تحضير وفرجة ممتعة بسم الله على بركة الله هذه نحتاجها في المقادر عندي كأس من السكر حبيبات ما يعادل 120 قرام كأس من الزيت النباتية ما يعادل 120 مل ربع كأس من الزنجلان يعني السمسم ما يعادل 30 قرام ربع كأس من الحليب الكامل دسم ما يعادل 30 مل ربع كأس من ماء الظهر ما يعادل 30 مل وربع كأس من الزبدة المذابة الحيوانية ما يعادل 30 غرام سنحتاج نصف ملعقة صغيرة من بودرة كشور برتوقال مجفف اللي أحضرته معكم في القناة سنقوم بتحديد رابطه انتحت في صندوق الوصف تقدروا تعوده بالسكر بنكهة زهرة البرتوقال هذا بالنسبة للتنسيم سنحتاج رشة ملح لتصحيح الدوق وعندي ثلاثة ديال بيضات يكونوا بحرارة الغرفة وعندي البيض متوسط ونحتاج نصف كيس من هذه الخمينات الحلويات يعني 7 غرام ونصف عندي 550 غرام من الدقيق لجميع الاستعمالات وعندي مغربة من قبل هذو هما المكونات ديال العاجل بالنسبة للحشوة ديال هاد الفقاس سنحتاج هنا مجموعة من المكسرات والفواكه الجفة عندي اللوز اللي رقدته في الماء والمزهر عندي القرقاع او الجوز اللي ما محمرش يعني ما محمرتوش وعندي العينب المجفف البني والعينب المجفف الأبيض يعني الزبيب اللي رقدتم في الماء سخون وعندي المشماش المجفف وعندي الكيوين المجفف يعني هاد الفواكه الجفة رقدتم كاملين في الماء سخون الوقت اللي كنت كنحضر في هاد المكونات هذا نمر مباشرة لطريقة تحضير خديت واحد الاناء او الا واحد القصرية وغادي نكسر فيه ثلاثة ديال البيضات ضروري يكون البيض من يجو نخدمو به يكون بحرارة الغرفة وغادي نزيد عليه السكر السكر ساندة وغادي نطرب اليدوي غادي نطرب مزيان مزيان حتي دوب هاد السكر تماما وما يبقاش باين يعني في هاد الاناء غادي نضيف هنا الزيت ونزيد نطرب وغادي نضيف هنا الزبدة المذابة ومن الاحسن تكون حيوانية باش كتعتي واحد البناء زوينا في هاد الفقاس ضيفت هنا الحليب وضيفت الماء الظهر ورشة ديال الملحة والقشور ديال البرتقال المجفف سوف نخلط دبا مزيان مزيان بتيجنسوا هاد المكونات مع بعدياتهم وضيفت هنا الزنجلان هاد الزنجلان كتعتي واحد المدق رائع في العجينة ديال هاد الفقاس وغادي بقى نضيف هنا دقيق بالتدريج يعني شوية بشوية ما نضيفوش في دفع يعني دفعة واحدة لان دائما الخاليط كيبقى على حسب دائما الدقيق كيبقى على حسب الخاليط كين دقيق اللي كيتشرب وكين دقيق اللي ما كيتشربش صافي هنا ضيفت ملعقة صغيرة من خاميرات الحلويات يعني سبعات القرام ونص وغادي بقى نخلط بالطرب اليدوي وغادي نحيدوه دا بغادي نكمل بيدي وغادي نعجين هاد العجينة نجمعه انا هاد هاد الفقاس خدالي خمسمية وخمسين قرام يعني كل وحدة ومش حال ديال الدقيق اللي يقدر ياخد لها هاد الفقاس صافي غادي نجمعه تنتحصله على واحد العجينة اللي كتكون مرخوفة وحشوية ما تكونش قاسها باش ميتفرتش الفقاس وما تكونش مرخوفة بززافة ولجارية باش ميسيح لناش الفقاس في الفران كيما كتلاحظو كتجي العجينة مرخوفة نقسمها الى قسمين نشكل منهم يعني جو ديال الكوائرات سافي غادي نجمعهم بهالطريقة هاد وغادي نخليهم جانبان خديت هنا واحد ابيض بيضة انضيف عليها نس ملعقة صغيرة من قهوة سريعات الدوابان يعني نس كافي غادي نخلطهم زيان حتى يتجنسوا مع بعضياتهم وهذا الخليط هو اللي غادي ندهن به الفقاس من داخل ومن بره خديت واحد الكوائرات من العجين وغادي نسرحها على ورق الفرن كي تسهل دغيات تورق بالنسبة للعجين نحاولو نسرحوه ما يكون غليد وما يكون ارقيق اذا كان ارقيق ستقطع لنا من يكون نوضعو المكسارات واذا كان غليد غادي يجي الفقاس بين في العجينة بزاف نورقه على شكل مستطيل وخديت هنا نورقه على حساب الكيوي والمشمش قطعته الى شرائح طولية هنا خديت الخليط الابيض بيضاء اللي مع نسكة فيه واندهن بها هذه العجينة واندهناء كاملة كتعطي واحد المدق رائع من اللي كتب هذا الفقاس هذا كما تعرف القهوة كتلق واحد رحة زوينة بزاف بعد مدهنته ده بغادي بقانستف الفوكيه الجفة والمكسارات على شكل صفوف بهذا الشكل هذا نعمل في الأول اللوز وبالنسبة نلوز وبالنسبة كما قلت لكم نلوز وحتال الفوكيه الجفة كاملين رقدتهم في الماء خليتهم غير الوقت اللي كنتك نحضر فيه المكوينة يعني ما رقدتهم شيء في واحد المدة من قبل او لا واحد الوقت من قبل هنا استفت اللوز من بعد الزبيب الأبيض من بعد القرقع القرقع ما عندي محمص كما مشري هيدا وضعته فوق الجينة ونستفت هنا الكيوي انا كانوا تبقى ولي هنا واحد جود الحبات ديال الكيوي هما اللي خدمت بيهم بنسبة المكسارات انتم ما اللي تحكموا في المكسارات اللي بغيتوا تقدروا تضيفوا الكاجو تقدروا تعملوا البستاشي يعني الفوستوق تقدروا تعملوا حتى الكارموس يعني التين المجفف غير كبوا عليه الماء طايب باش يترخفوه حشوية ونشفوه مزيان من الماء وعاد قطعوه وعاد عملوه يعني في هاد الفقس هادا وهاد الفوكيل الجفة من اللي رقدتم في الماء من طبعات الحل صفيتهم ومسحتهم مزيان مزيان باش ميبقاش فيهم ديك الماء صفي كان ستفهم على شكل الصفوف بهاد الشكل هادا كيما هو موضح في الفيديو وكان خلي واحد واحد المسافة يعني في الاخير ما كان ما كان عمره شي باش هي اللي غادي نغطي بيها الفقس وضعت هنا نضغط مزيان ج sudًا باش ذلك المكسارات باش مع cautious العجينة باش يتبتلينا على عجينة اس لفعاد صفيًا بتن ليس بطارد marine الطاعة الأخر هو اللي غادي ينغطيه سوف نغطيها على هذا الحربول سوف نشد الفتحة و نردها لتحت سوف ندهنه ببيض البيضة مع نس كافي سوف ندهنه من جناب و من فوق من تحت بلاش لأنه يكون فوق سينية سوف نرشيه هنا اللوز إيفيلي تقدروا تخدمه حتى بالكوكاو إيفيلي و سوف ندهن الثالثة سوف نضيف هذا الفقس سوف ندهن هذا الاطل أو اللب سوف نقوم بكوكاو في هذا اللوز إيفيلي سوف نستخدم مكسسسنا سوف ندعف صينية مباشرة لتخلية فراء وهذا الشيئ اللي الشيئ من طبيعة لا تقرأ لنفعلها به مثل كيكا Promraj سوف ندخله الفران بارد ونشعله على النار التي تكون خفيفة ونجعله على خطر خطره عندما نرى الفران يبدأ يسخن نحل عليه الباب ونجعله سخنة تخرج ونشطه عليه ونجعله يكمل الطياب ونهبطه للتحت ونجعله يطيب ملفق يعني غير تشمع ونجعله تقريبا ساعتين ونجعله تقريبا ساعتين يعني جد سوية اللي خليته نغطيه بالفران بعدما يبرد مزيان سوف نقطع فيه بواحد سكين اللي يكون ماضي يعني واحد الموس يكون خاص بالفقس اللي نقطع به الفقس أو لا نقطعه بالكيتو أو كوتير بالنسبة للأخوات اللي سكنت هنا في اسبانيا وبغاو شريوه مهم كيتبعوه في المحلات وأتمينا جيد رخيصة كي قطع الفقس بوح طريقة عجيبة الصراحة كيعجبني الصراحة هاد كيتوح سمن من الموس سوف نقطعه إذا بغيتو تقطعه غليد قطعه بغيتو رقيق قطعه كما بغيتو أنا هنا قطعته غليد باش تشوفو كيفاش كي يجي والبودة الثاني أنا قطعته رقيق كما كتلاحظو كي يجي في شكل دياله هائل وكي يجي باين ديك المكسرات فهوكي الجافة كي يجي باينين في هذا الفقس وكما كتلاحظو يعني ما كيتفرتت ما كيتكسر هادوكي غليد فتاوت ديال اللوز إفلي اللي ملفوق فقط يعني الفقس ما تهرس مواله كي يجي ناجح 100% صافي وضعته في السواني وغادي ندخله ملفران يتحمر لنا ملفوق وتكون النار مهيلة باش ضروري ديك المكسرات كيتحمرو حشوية وحتى الفقس كيتحمر خطر خطره وكي يجي مقرمش وكي يجي الشيش وكنقدموه بالصحة والراحة وبالنسبة لطريقة الاحتفاظ به كنحتفظ به في واحد العلبة اللي كتكون محكمة الإغلاق في واحد المكان اللي ما كيكونش فيه الرطوبة كنتمنى أخواتي يكون عجبكم هاد الفقس وكنتمنى ديدو تشجعوني وتبرتجوا الفيديو مع الأحباب والأصدقاء باشتعم الفائدة للجامع وكنشكركم بززافة على حسن المتابعة وكنضرب لكم موعد في الفيديو القادم بحول الله خليتلكم الراحة في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة